اشتركوا في القناة على أن هذا القانون وهو عبارة عن تشريع من حزمة تشريعية يكفل معالجة متكاملة مستمرة للقضية الإسكانية ما في شك أن هذه القضية تؤرق الأسرة الكويتية ودورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسرة وينعكس بالإيجاب على المجتمع الأسرة هي عماد المجتمع وهي أساسة متى ما استقرت الأسرة تم تحقيق استقرار المجتمع وأيضا يعني ابتعاد عن المظاهر السلبية التي نراها في المجتمع الكويتي التركيز على أهمية الغضية الإسكانية تتمثل في وجود أو توفير سكن مريح إلى الأسرة الكويتية التي لا تتمتع برعاية سكنية خصوصا الأسرة الناشئة تتعرض إلى أعباء كبيرة تثق الكاهلها من خلال عدم توفير هذا السكن المريح والاتجاه إلى السكن بالإيجار وبالتالي يتم أثقال كاهل هذه الأسرة بمصاريف تفوق قدراتها المادية هذه النقطة التي أحبيت أن أركز عليها وأشيد فيه هذه الجهود خصوصا أن هذه الجهود نتاج عمل نيابي شعبي تم العمل فيه من مجلس 2020 واستمر إلى غاية هذا المجلس الحالي وانتمنى أن يكون هذا باكورة هذا الإنجاز ويعقب إنجازات أخرى في هذه القضية لننتهي من هذا الملف والاتجاه إلى الملفات الأخرى شكرا لأخ الرئيس